هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل عائلة الاسير احمد قنبع في حي البستين في جينين فيما دلعت مواجهات واشتباكات اثر تلك وتتهم سلطات الاحتلال الاسير قنبع بالمشاركة مع الشهيد احمد جرار في عملية قتل الحاخام في نابلس هذه الكلمات باللهجة الفلسطينية الدارجة لربما كانت سببا في هدم الاحتلال لمنزل ذوي الاسير احمد قنبع رفيق الشهيد احمد نصر جرار هو الفعل الانتقامي للاحتلال الذي لم يقدر على كسر عزيمة هذا الشاب الذي اعتقله من مكان عمله في محطة وقود قرب المكان الذي كان يختبئ فيه احمد نصر جرار عند المرة الاولى وقت استشهاد الشاب احمد اسماعيل جرار بعد اشتباكه مع الاحتلال الاحتلال يعتبر قنبع شريكا في التسبب على القصد في قتل الحاخام المتطرف في عملية مفترق جيد قرب نابلس في كانون ثاني الماضي التي نفذها احمد نصر جرار واغتيل بعدها بشهر في قرية اليامون قرب جينين بعد ملاحقة طويلة فجر اليوم داهمت قوات معززة من جنود الاحتلال مكان منزل والد الاسير قنبع المنزل الذي يستأجره الوالد من شقيقه الذي يعاني من اعاقة حركية الاحتلال هدم المنزل وشرد ساكنيه هي سياسته المستمرة منذ تشرين اول من العام الفين وخمسة عشر منذ انطلاق ما يعرف بهبة القدس هدموا منازل ذوي الاسرى والشهداء من منفذي العمليات الفدائية الاحتلال هدم اربعة واربعين منزلا منذ ذاك التاريخ ما راعوا القوانين والاعراف الانسانية والقرار محكمة العدلة كان قرار انتقام سياسة هدم البيوت لن تثني الشعب الفلسطيني عن مطالبة في حقه وعن ارادته الصلبي في الوقوف امام الهمجي الاسرائيلي اللي بتصدر القوانين الهدم ومحاولات الردع للشعب الفلسطيني بات بالفشل وجربوها في عدة اماكن وسياسة هدم البيوت هي سياسة عقاب جماعي لن تجدي نفعا في المقطع المصور الذي نشرته مواقع الاحتلال العسكرية يظهر هدم منزل الاسير قنبع على انه مشهد سينمائي على ما يبدو يستعرض الاحتلال قدراته ويبعث رسالة يحاول من خلالها اخافة الفلسطينيين ما يدفع بالعائلات لمنع ابنائها من المشاركة في نشاطات المقاومة وإلا سيكون سيف العقاب مسلطا على جدران منازلهم التي ستهدم من مدينة جينينا المحتلة حافظ ابو صبرة رؤيا